السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولياء أمور طلاب طالبات الصف الرابع الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح الدرس الثاني من الوحدة الأولى نشرح الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي من منهج اللغة الإنجليزية Connect 4 للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس لأصلكم كل جديد listen to science العلوم a digestive system digestive system الجهاز الهضمي digestive system الجهاز الهضمي هنا يقول لك look and read انظر واقرأ الجهاز الهضمي يبدأ بماوس الفم موس الفم بعد الفم في estophagus estophagus المري estophagus المري بعد المري stomach المعدة stomach المعدة بعد المعدة عندنا small intestine small intestine اللي هي الأمعاء الدقيقة small intestine الأمعاء الدقيقة بعد كده الأمعاء الغليظة large intestine large intestine الأمعاء الغليظة estophagus estophagus المري estophagus المري وظيفته move the food to the stomach move the food to the stomach move the food to the stomach بينقل الطعام للمعدة بعد كده عندنا حاجة اسمه gastric juice gastric juice العصارة المعدية digest this food in the stomach digest this food in the stomach بتحضم الطعام في المعدة الأمعاء الضقيقة small intestine small intestine complete the digestion complete the digestion complete the digestion بتستكمل عملية الهضم الأمعاء الغليظة large intestine large intestine takes water and slat from food for the body it removes waste it takes water and slat from food for the body it removes waste تأخذ الماء والأملاح من الطعام للجسم وتتخلص من الفضلات يبقى الفضلات waste waste الفضلات look read and flow انظر ويقرأ وتتبع الصورة الأولينية بيقولك the estophagus goes from the mouth to the stomach المريء بيصل بين الفم والمعدة الصورة اللي قدامنا تقولك when the food moves from the estophagus to the stomach to the stomach the gastric use digestive eat عندما عندما ينتقل الطعام من المريء إلى المعدة تقوم العصارة المعدية بهضمه يبقى نقرأها ثاني when the food moves from the estophagus to the stomach the gastric juice digestes it تقوم العصارة المعدية بهضمه بعدك number three بيقولك food moves from the stomach to the smaller intestine to complete the digestion يبقى نقولها ثاني food food moves from the stomach to the small intestine to complete the digestion ينتقل الطعام من المعدة إلى الأمعاء الضقيقة تستكمل الهضم الصورة الرابعة بيقولك the large intestine is around the small intestine الأمعاء الغليظة موجودة حول الأمعاء الضقيقة زي ما احنا شايفين في الصورة it takes water and the salat from food for the body بتأخذ الملح والماء من الغذاء للجسم it removes the waste إنها تتخلص من الفضلات it removes the waste إنها تتخلص من الفضلات look and read انظر واقرأ when we eat عندما نأكل you use our digestive system digestive system to digest what we eat نحن نستخدم الجهاز الهضمي لهضم ما نأكله we we put food in our mouth نضع الطعام في فمنا we chew food with our teeth بيقولك ونقوم بمضغب أسناننا then the food goes down the esophagus بيقولك ثم ينتقل الطعام عن طريق المريء إلى المعدة it arrives in the stomach بي ينتقل عند وصوله للمعدة in the stomach the food mixes with the gastric juice يخلط بالعصارة المعدية العصارة المعدية the gastric juice chunks the food into a similar form صورة أبسط to get energy and nutrients نقل الحصول على الطاقة والمواد الغذائية we need the energy and nutrients in our body نحتاج الطاقة والمواد الغذائية لأجسامنا المفرطات الصورة والمواد الغذائية في الفقرة السابقة يهضم وده ترمي ترمي يحصل تاة 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 نؤكد من وحروف جرة هامة بيقول لك يوز سامسينك تو. يوز بعدك تقعط سامسينك وهنا تو يستخدم شيئا ما لكي. يوز سامسينك تو يستخدم شيئا ما لكي. الرايف ان يصل الى. الرايف ان يصل الى. اتش يوز يمضغ بي. مكس وز يخلط بي. مكس وز يخلط بي. جو داوين ينزل الى. جو داوين ينزل الى. شينج انتو يتحول الى. شينج انتو يتحول الى. الحين لسوا الشيك بوينت. read and bet. true or false. علام الصحة او خطأ. اول جملة معانا بيقولك. we chew food with our nose. بيقولك بنمضغ الطعام بانفنا. ده عبارة خطأ. نكتب هنا خطأ. with our teeth. اثناننا. number two. the food mixes with the gastric juice. يتم خلط الطعام بالعصان المعادية. ده عبارة صحيحة. number three. we need energy and nutrients into our in our body. بيقولك نحتاج الطاقة والمواد الغذائي لجسمنا. العبارة صحيحة. look read and notice. بيقولك انظر وقرأ ولاحظ. هنا healthy digestive system. جهاز هضمي صحي. unhealthy digestive system. جهاز هضمي غير صحي. فالجهاز الهضمي الصحي. اول حاجة بيه التدريب. تناول طعام صحي. وشرب الماء كثيرا. شرب الماء. طيب هنا. عندينا unhealthy digestive system. جهاز هضمي غير صحي. الالعاب الفيديو. بتؤسع الجهاز الهضمي. واكل الايس كريم. وشرب الكولا. المياه الغازية. بي. ريس بايراتوري سيستم. ريس بايراتوري سيستم. الجهاز التنفسي. ريس بايراتوري سيستم. الجهاز التنفسي. look and read انظر وقرأ وده ايه الجهاز التنفسي يتكون من nose mouth mouse thumb لانز الرئتين رئة واحدة بقى لانز الرئتين بعد كده عضلة الحجاب الحاجز die frame الحجاب الحاجز die frame الحجاب الحاجز bump يضخ bump يضخ to move quickly from one place to another to move quickly from one place to another ان يتحرك سريع من مكان الى اخر يبقى bump يضخ نوز امف بيقول لك في الامف this is in a center of the face this is in the center of the face توجد في منتصف الوجه لانز الرئتين لانز الرئتين we have two of these they are inside the body لدينا اثنان داخل الجسم لدينا اثنان داخل الجسم ضايف ريم الحجاب الحاجز ضايف ريم الحجاب الحاجز this is a muscle under the lungs this is a muscle under the lungs عضلة اسفل الرئتين فهو عضلة اسفل الرئتين بعد كده عندنا بريث يتنفس بريث يتنفس to take in oxygen and give out carbon dioxide نتنفس الاكسوجين ونخرج سانوكسيد الكربون هنا يقول لك في ملحوظة note the right line is large than the left line الرئة اليمنى اكبر في الحجم الرئة اليسرى الرئة اليمنى اكبر في الحجم الرئة اليسرى lock, read and flow انظر ويقرأ وتتبع الصوة الاولينية بيقول لك we breathe through our nose we breathe through our nose نحن نتنفس من خلال انفنا الصورة التانية بيقول لك the diaphragm goes down the diaphragm goes down ينخفض الحجاب الحاجز number 3 بيقول لك the diaphragm pulls air into our lungs the diaphragm pulls air into our lungs بيسحب الحجاب الحاجز الهواء الى رئتنا number 4 بيقول لك when the air arrives in our lungs the oxygen goes into our blood عندما يصل الهواء الى رئتنا يضفق الاكسجين الى دمنا الصورة الخامسة بيقول لك the heart pops the blood around our body the heart pops the blood around our body يضخ القلب الدم في جميع انحاء الجسم الصورة السادة معنا بيقول لك يتحرك الحجاب الحاجز لاعلى ويدفع الهواء المحمل بسانوكسي الكربون الى خارج الريئتين يبا نقول ذا the diaphragm goes up and pushes the air with carbon dioxide out of our lungs look and read انظر وقرأ our respiratory system الجهاز التنفسي we use our respiratory system when we breathe بيقول لك نستخدم جهاز التنفسي عند التنفس we need oxygen in our bodies بيقول لك نحتاج الأكسجين لأجسامنا we breathe in air through our nose نتنفس الهواء من خلال أنفنا our diaphragm goes down it pulls air into our lungs بيقول لك ينخفض الحجاب الحاجز لأسفل إنه يسحب الهواء داخل الرئتين the oxygen from the air goes into our blood يدفق الأكسجين موجود في الهواء إلى دمنا إلى الدم our heart pumps this blood around our body يدخ القلب هذا الدم إلى كل الجسم the diaphragm goes up يرتفع الحجاب الحاجز إلى أعلى it pushes air with carbon dioxide بيقول لك إنه ينتفع الهواء المحمل بسانوكسيد كربون إلى خارج الرئة we breathe out ليحدث الزفير المفردات الوضع في الفقرة breeze يتنفذ breeze يتنفذ breeze يتنفذ bump يضخ bump يضخ pull يسحب pull يسحب carbon dioxide than oxide carbon 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 dioxide than oxide carbon blood 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 الدم بعد كده عندنا تعبيرات وحروف جر هامة فعندنا عنيقول لك breeze through our nose breeze through our nose breeze through our nose ليتنفذ عن طريق الأنف pull air into يسحب الهواء إلى pull air into يسحب الهواء إلى bump the blood around يضخ الدم حوله bump the blood around يضخ الدم حوله go down يذهب لأسفل أو ينخفض go down يذهب لأسفل أو ينخفض go into يدخل إلى go into يدخل إلى عنه اللي بقى بعض سؤال الشيك بوينت read but true or false بقى اقرأ وضع علامة صح أو خطأ اول جملة معانا بيقول لك we use our respiratory system when we eat بيقولك نحن نستخدم جاسة نفسي عندما نأكل والعبارة خطأ when we breathe نتنفس we need oxygen in our body نحتاج الأكسجين لأجسامنا العبارة صحيحة our heart our heart our heart bumps the blood around our body بيقولك إن الدم بيدخل القلب بيدخل الدم حول أجسامنا العبارة صحيحة look read and notice انظر وقلق أو لاحظ having a healthy respiratory system الحصول على جهاز تنفسي صحي أول حاجة الحصول على جهاز تنفسي صحي قالك stay away from smoke stay away from smoke ابقى بعيد عن التدخين exercise تضرب أو تمر ما يصنو رياضة number three بيقولك باتجرين بلانتس ان يور بلاكوني باتجرين بلانتس ان يور بلاكوني ضع النباتات خضراء في شرفتك أو بلاكونتك number four قولك drink plenty of water drink plenty of water اشرب الكثير من الماء هنا اقولك عند استخدام صيغة الأمر أو التعليمات نستخدم مصدر الفعل يبع عند استخدام صيغة الأمر لإعطاء التعليمات بنستخدم مصدر الفعل فنقوله مثلا drink stay drink اشرب stay ابقى listen to exercise تدريبات listen to number one look and choose انظر واختر اول صورة معانا ممارسة الرياضة ودي حاجة كويسة بنحط حوالين دايرة حوالين وجههم ضاحك اكل الايس كريم شيء غير صحي نضع دايرة حوالين وجههم حزين ألعاب الفيديو جيم دي شيء ضار بجهاز الهضمي فنحط دايرة حوالين وجههم حزين شرب العديد من الماء شيء كويس صحي فنحط دايرة حوالين وجههم ضاحك number two بيقلوك اندرايت انظر وقتو دا جيبنا الجهاز التنفسي respiratory system اول حاجة معانا بيشاور على نوز نكتب هنا نوز الانف بعد كده بيشاور على الفم ماوس فم ماوس حاجة التالتة بيشاور على الرئتين لانز لانز الرئتين نكتب هنا لانز بعد كده بيشاور على عضل الحجاب الحاجز دايفريم يبا بيشاور على عضل الحجاب الحاجز دايفريم بيكتب هنا دايفريم سري شو زا كوريكت انصر اختر ايجابة صحيحة نامبر وان دولا ويتشو 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 فود ويز اور نوز ولا تيس ولا لانز بيكتب ما هضم الطعام باستخدام باستخدام تيس اسنان نامبر تو زا ماوس ولا نوز ولا اسوفيقاس موفز فود تو زا ستمك يبا اللي بينقل الطعام الى المعدة مين اسوفيقاس المري بنختار اسوفيقاس طيب نامبر سري نحن نحتاج الطاقة والمواد الغذائية نتاريانس بنحط خط تحت نتاريانس نامبر فور نوز ولا اي ولا اير نحن نتنفذ باستخدام من خلال نوز الأنف اقرأ ووصل اول حاجة معنا جيب لك نوز نوز نوصلها بها نوز بنقول this is in the center of the face توجد في منتصف الواجب أو نوز نكتب هنا نامبر 1 this is in the center of the face لانز اللي هي الرئتين الرئتين نوصلها برقم 4 فنقول we have two of these they are inside the body ويوجد اتنين منها في جسمنا نامبر 3 دايفرام دايفرام الحجاب الحاجز يبا نقول this is a muscle under the lens this is a muscle under the lens عضلة أسفل الرئتين نكتب هنا نامبر 3 نامبر 4 اقرأ الفقرة وأجب عن الأسئلة هنقرأ الفقرة مع بعض هنا يقول لك we eat and drink نحن نأكل ونشرب every day كل يوم we put the food in our mouth and chew it with our teeth بيقول لك نحن نضع الطعام في فمنا ونقوم بمضغوب أسناننا then our esophagus takes it to the stomach to mix it with the gastric juice ينتقل الطعام عن طريق المريء إلى المعدة وعند وصول المعدة يخلط بالعصارة المعدية the gastric juice shanks food into a smaller form to get energy and the natarians بيقول لك إن العصار المعدية تحول الطعام إلى صورة أبسط للحصول على طاقة ومواد غذائية a choose the correct answer نحن نحن الأسئلة على الفقرة السابقة بيقول لك we choose food with tos ولا نوز ولا تيس لا تيس ننضخ الطعام بس لننا تيس from food المواد الغذائية أو العناصر الغذائية نحن نحصل على العناصر الغذائية من الطعام number b بيقول لك answer the following questions أول واحدة معنا number one what does the gastric juice do اللي بتعمل العصارة المعدية يبقى نكتب نقوله the gastric juice shanks food into a storm to get energy and denatarians يبقى العصارة المعدية بتحول الطعام إلى صورة أبسط للحصول على الطاقة ومواد الغذائية number two بيقول لك what does the es what does the esophagus do اللي بيعمل المري بالمري بنقوله the esophagus takes food to the stomach the esophagus takes food to the stomach بينقل الطعام إلى المعدة number six بيقول لك right for synthesis to have a healthy respiratory system اكتب أربع إرشادات للحصول على جهاز تنفسي فنكتب نقوله stay away from smoke ابقى بعيد عن التدخين exercise تدرب أو مارس الرياضة but green plants in your balcony ضع نبات خضراء في شرفتك أو بالاكنتك drink plenty of water اشهب العديد من الماء وكده يكون وصلنا نهاية الدرسة للنهاردة أرجو يكونوا استفدتم معنا ما تنسوش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ستصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته